نادي الروبوتيك برنامج خاص موجه إلى الأطفال الأكثر احتياجاً خاصة أبناء وبنات الشهداء ودور الأيتام في مدينة دمشق حيث تم في مؤسسة دار الأمان للأيتام تخلج دفعة من طلابها الذين تعلموا هذا العلم هو إسلوب تعليم جديد بيحاول الولد من خلال بيبين تطور إبداعاتهم ومهارتهم بطريقة كانت ذكية وحلوة بعدهم عن نظم الحفظ والتلقين بينشروا الفكرة التعليمية من خلال العمل بيكون ويتعلموا التكنولوجيا من الزغر حتى يستمروا معهون بالكبر لأنه العصر التكنولوجيا والعلم الحديث تتضمن علوم الروبوتيك قسمين أساسيين لهن البرمجة والميكانيك ميكانيك تتضمن كيف طالب يركب هذا الروبوت والبرمجة علوم جديدة على الطفل بس هي محاكية لسنه بسيطة هي عبارة عن صور وليست برمجة مثل ما نحن نعرفها بتحاكي عمره وممكن أنه يتعرف عليها ويتحكم فيها برأيك أنت شو الأهمية له لهذا الطفل أنه يتعلم هذا العلم؟ علم مميز كتير لحنخرج نحن من التعلم التقليدي اللي هو أنه بالمدرسة حياخد المعلومة يحفظها ويرجع يقدم فيها امتحان نحن هون لحن نعلمه كيف هو يسنتج الفكرة يوصل للفكرة اللي نحن بدنا ياها منذ ما أنا أعطيها طلع أطفالنا من مستويات كتير حلوة طلع المستوى التقليدي اللي نحن ننجيه الأستاذ بيعطي الدرس وبيطلع وعندك مذاكرة نحن لا كان الفكرة أنه كتير هنا تتجاوبوا يعني بإحاء بسيط عم يوصلوا لأفكار كتير حلوة فكان هذا برنامجنا وتجاربنا كتير كان حلوة والبرمجة رغم أنه هي مفهوم صعب بالنسبة للأطفال بس فهموا عن طريق الصور وقدروا يطبقوها على الروبوت أجدير بالذكر بأن الجمعية العلمية السورية للمعلوماتية وقعت مع صندوق الأمم المتحدة للسكان عخدا يقوم بموجبه الصندوق بتمويل نشاطات ومشاريع لدعم ريادة الأعمال والتدريب على الروبوتيك ضمن محافظة دمشق والذي يشمل تدريب أربعمائة طالب وطالبة على علوم الروبوتيك اتعلمت أنه كيف بدي يساعد أن الناس أنه بستعلم الروبوت يقوم بالأعمال الشاقة أو الخطبة يلمئي لإنسان ما بيقدر يعمله اتعلمنا أنه كيف نركب الروبوت وكيف البرمجة وتعلمنا أنه بنساوي تطبع خط اعلمنا البرمجة والميكانيك والروابط الحركية وعلمنا كيف نركب طريقة الحساسات والمفاعلة والمحركات أول ما بلشنا الحمد لله بلش معنا الأستاذ محمد قادري بلش يعلمنا بالأسماء وأرجعنا مقاطع مفيدة بعدين بلش أرجينا حساسات وحساس اللون وحساس اللمس وعطانا أنه البرمجة يعلمنا وباللابتوبات البرنامج شمل أيضا مدارس أبناء وبنات الشهداء ودار الأمان لرعاية الأيتام ودار الرحمة لرعاية الأيتام ولحن الحياة لرعاية الأيتام وجمعية الرابطة الأدبية والاجتماعية وسيتم في نهاية الدورة التدريبية توزيع ثماني مجموعات ليغو على الفرق المتميزة شكرا